اشتركوا في القناة اشتركوا في الحلويات الرومية او في التورتات او الكيكات تنضيرها مبينو بين الطبقات او لا تنضيرها منفق دي الكيكة باش نزينو بها يعني هي زوينة بساف خاصة بالناس عشاق القهوة كلها مدق دي القهوة هاد الكريمة ما فيهاش ما نحتاج لها كريم شانتي ولا حليب ولا بيد سهلة جدا في التحضير ومقادر بسيطة جدا نساء الله تكون متواجدة في كل بيت يعني ارخص من الكريمات الاخرى والطعم ديها روعة روعة يا سلام نخليكم مع المقادر نحتاج لها كاس دي الماء يكون بارد جدا جوش كسان دي السكر انا خلط سكر الابيض والسكر البني واندي كاس دي القهوة سريعة دي القهوة سريعة السكر البني س zona مقادر والسكر يعني نفس المقتر نفس المقدار دي القهوة الابيorar يكون قاس دي الماء STR encaixGreat سكر لاندي كسان دي الماء أ..? كمية السكر مضاعفة على كمية الكهوة والماء سوف نبدأ على بركة الله طريقة سهلة جدا نضيف الكأس الماء بارد نضيف السكر نضيف السكر البني نصف السكر البني و نصف السكر الأبيض أو كمية السكر الأبيض ثم نضيف السكر الأبيض فهنا بكهوة سريعة الدواب ثم نضيف الكهربائي هذا نخلطه جيدا حتى تولينا كريمة اشتركوا في القناة 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 سوف نقوم بتخلط هذه الغرب من فوق للتزيين 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 حسنا لتخلط هذه الغرب من يمكن أن يقوم بتخلط هذه الغرب من فوق للتزيين تبقى اختياري تعطي تهولي تلزين تعطي واحد المدق بزوين بزر هذه هي النتيجة النهائية نتمنى اجبكم هاد الفيديو رحنا لانا فيه طريقة تحضير تحضير كريمة القهوة بدون حليب بدون بيض وبدون شانتي يعني سهل لانا فيه كأس القهوة سريعات الدوابان مع كأس الماء البارج جدا وكأسين من السكر ثم اخذنا تقريبا 1-4 دقائق حتى طلعات الكريمة ممكن استعمالها فيه الكابوتشينو المنزلي مثل المقاهي ممكن انسان يقوم بها تيراميسو ممكن وحيدة كريمة بين الطبقات والكيكات ولكن هذه الكريمة يعني خاصة الناس التي كنت يجبون القهوة والشاق القهوة يستمتعوا بها أكتر فهذه كانت نهاية الفيديو دينا انتمنى يعجبكم وانتدى التعليقات ديالكم واللايكات وانتقي بكم في الفيديو بقاعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 وهنا هيا طريقة الاحتفاد بهذا الكريمة موسيقى وهذا الكريمة ي 집에 بقى لكم قلت لكم وتحتفظوا به يومين ٣ لثلاثةة ثلاجة ونخفف في قلبة البلاستيك صافي ويجعل الإنسان يغلقون يكون محكم الأغلق ويستعملوا خلال المدة يومين ثلاثة أيام كاس قهوة لا يوجد كسان السكر يجعلون كمية كبيرة الإنسان كان يدرون القهوة كابوتشينو يدرون نص إلى الربع والناس الذين يزعون الحلاوة يزعون شوية في السكر أولا ينقصوا من الكمية ديال القهوة لأنها مجهد كريمة فيها المدق ديال القهوة يعني الناس هذه خاصة بأشراق الناس أو أشراق القهوة وما يقدرون فهمتي كريمة تعجبهم ونقول لكم اللي يريد الحلاوة كريمة يزيد السكر واللي ما قدرش على جهة ديال القهوة ينقص شوية من هديك الكمية ديال القهوة فتخرج نفس النتيجة غيية في نتيجة حلاوة أو جهة ديال القهوة يكون مختلف فهذا تطلع كريمة نفس الشيء صافي هادي نقفلو عليها هكا مزيان ونضروها فتلنجة وصافيها الكريمة ديال النجا هي زل الاستعمال في أي وقت بغيناها بدون تعب يعني لأن الإنسان جاي انطياف تكون عنده موجودة غيرها جيدة نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته